اشتركوا في القناة فينا الكورونا كأفراد وكمجتمع وكاقتصاد هذه المرة نتحدث حول قطاع التجاري طبعا اليوم فيه جديد أن النشاطات التجارية تعززت بساعتين نشاط هذه المرة عوضة أن تغلق على الساعة السابعة تغلق على الساعة التسعة ليلا بعد أن تم تأخير الحجر المنزلي إلى الساعة العاشرة عوضا عن الساعة الثامنة طبعا نتحدث اليوم حول كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار الجديد على النشاطات التجار ونتحدث عن الشهور الثقيلة الشهور الصعبة لمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع التجارة كيف تأثر طيلة هذه شهور الكورونا طبعا حتى نتحدث عن التجارة والتجار لا بد أن يكون معنا هنا الأستاذ محمد طهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طهر بولنوار الحاج طهر بولنوار أهلا وسلم طبعا أهلا بك الحاج إذن كيف تلقيتم كتجار أن تأخير الحجر الصحي وتمديد العمل ونشاط التجار حتى الساعة التسعة ليلة طبعا منذ بدأت كورونا تأثر معنا جميع الفئات والشرائح الاجتماعية تأثرت خاصة المهنية وخاصة بالأخص التجار الحرفيين تأثروا سلبا هناك الكثير معنا من نشاطات تجارية والحرفية توقفت لعدة أشهر هناك نشاطات تجارية رغم استمرارها في العمل لكن تقلصت أنشطاتها بفعل معنا الإجراءات الخاصة بالوقاية من كوفيد 19 مثلا المطاعم والمقاهي ممنوع الطاولات نشاطة أخرى معنا بالتوقيت الأخير إذن لذلك الآن معنا الإجراءة الأخيرة المعلن أمس من طرف مصالح الوزير الأول نعتقد أنه خطوة إيجابية أيضا لأنها تندرج في إطار العودة التدريجية إلى الحياة الاقتصادية العادية ما نقولوش الآن وصلنا معتها خلاص 100% عودة كاملة إلى الحياة الاقتصادية لأنه ما زال أولا بعض النشاطات ما زالت ممنوعة من النشاط وحتى الوقت معناتها ما زال معتها تحديد الوقت بالنسبة للنشاط التجارية يصعب عليه بزاف خاصة بعد أشهر ممكن صعبة جدا الآن كما نقولوحنا هو تمهيد للنشاطات هذه النشاطات التجارية والحرفية تمهيد إلى كما قال العودة إلى حياتها الطبيعية بعد الخسائر الكبيرة خسائر الكرا الأعمال إذن الآن معتها هناك شيئان إيجابيان في هذه القرارات الأخيرة الشيء الأول هو السماح ببعض النشاطات التي كانت ممنوعة السماح بمزاولة نشاطاتهم مثلا قاعة تعديدة رياضات قاعة الرياضات خلينا القرارات ما دمها قائمة يعني محددة تجارة أجهزة الكهرومنزلية تجارة أدوات المنزلية والديكورات تجارة المفروشات وأخمص التأثيث تجارة لوزم الرياضية تجارة ألعاب والرعاب في الكثير من الولايات كانت تقبل كانت محدد إذن الإيجابية الثانية في هذا القرار هو تمديد وقت النشاط تمديد وقت النشاط بساعتين ومعروف هذه النقطة هامة جدا لماذا؟ لأن أغلب الزبائن معظم النشاطات التجارية والحرفية معتا يكونوا مساء معتا بداية من الخمسة ما استتالع شيئا إلى أي مدى هذا النشاط المسائي لما كان يعني الأغلاق على الساعة السابعة يؤثر على النشاط التجاري يقول لك بعض ساعتين أكيد ربما نتكيفنا مع الوضع كنا نقول التجار والحرفيين الزبائن تحهم هم المجتمع هم المستهلكين والمستهلكات أغلب المستهلكين والمستهلكات هم موظفون معتا موظفون حتى يمارسوا نشاط تجارية وحرفية أخرى لكن يحتاجون إلى نشاطات تجارية أخرى مثلا حتى إذا كان تاجر تعمى لابس يحتاج المخبزة يحتاج الموضة الغذائية يحتاج الأفريجة يحتاج الأجهزة الكهارومنزلية إلى آخره معناه أغلب الزبائن خاصة الموظفين منهم يقول لك واشي يقول لك وقتا شنقضي كين نخرج من الخدمة يخرج على ربع أو الخمسة يوصل الدرع على ستة ثلش يوم يريح شوية ولا يقول يشرب قهوة يقول أنه خرج يتفكر بلي يغلق على السبا يقول لك سبا مغالقين إذن ما يقضيش حاجته لكن لما تقولوا هذا الوقت حتى التسعة إذن من ستة حتى التسعة يكفي الوقت باشي يروح يقتني ما يريد هذا الوقت يقتني ما يريد مع تفايدة للتاجر والحرفي لمددة أوقات العمل الانتهاء ومحتى التسعة إذن قلنا المطاعم مثلا المطاعم اللي كانت تغلق على السبا هذه العائلات اللي مولفة مثلا تعشى براء ولا تشري عشان تحول موظفين تعشاريكات في مدن ولا آخره يقول لك يغلق على السبا ما يكفي نشي الوقت أن نخطي على الخمسة ولا يستعمل خدمة رح للدار رح نشي عشاية إذن ما يقدرش يشري ولا يطيف في الدار لكن كي الآن المحل ولا المطاعم تغلق حتى التسعة ولا حتى بعض الولاد مع الظروف يزيد ساعة ولا يزيد ساعتين ولا كذا يحق للوالي تكييف هذا من البداية من البداية أن الوزارة الأولى سمحت للولاد بتكييف أي إجراء متعلق بالعودة إلى النشاطة التجارية حتى نشوف أن بعض الولايات نشاطة تجارية ممنوعة ولايات أخرى نشاطة تجارية مسموح بها إذن كذلك في التوقيت يحق للوالي أن يكيف هذا القرار مع الظروف تعالي الولاية إذن كما قلت الآن يتعر بأن المطعم الآن المطعم عموال الشركات الموظفين العائلات إلى آخره اللي يتعجعوا برا كي يعرفوا حتى التلت تسعة باش يغلق تسعة تعليل باش يغلق إذن ممكن يروح السبعة ونصولة ثمانية يروح يتعجعوا قلت لك إذن هذه فايدة لأصحاب هذه النشاطات الفايدة الثانية كما قلنا النشاطات الأخرى اللي كانت منوعة لكن مازالت النشاطات أخرى مازال مغلوقة نتمنى والعودة انتحهم طبعا مع الالتزام بشروط الوقاية لأنها دائما نعود حتى النشاطة التجارية التي سمح بعودتها ولا اللي مدد الوقت انتعى العمل انتحها تبقى دائما مدام الخطر لم يزل لما أنت مازال قائم إذن يبقى الالتزام بشروط الوقاية قائم وهنا نبه التجارة الحرفيين العودة إلى نشاطكم ولا تمديد الوقت ما يعنيش بالمصالح الرقابة ممشحين يراقبوا العكس ممكن يراقبك ثمانية ونص ممكن تساغر ربعا يراقبوا مع تهم مادة الالتزام بشروط الوقاية وممكن أعوان الرقابة باقتراح منهم الولاد يعودوا يعاقبهم يعودوا يغلقهم إذن لذلك لا بد قرار نسبي نعم هذا قرار مليح إجراء تمديد الوقت وفتح بعض النشاطات لكن في نفس الوقت لا بد من الإبقاء على الالتزام بشروط الوقاية حتى نفهم ربما نعمة هذا الفتح الحمد لله لما كانت ربما تصدر قرارات في السابق لما تزيد حالة الإصابة بالكورونا وجي قرار الغلق كنت تدى ربما أنت على اتصال يومي بهم كيف يمكن أن يتلقى الإنسان أنه مصدر رزقه يغلق التاجر والحرافي وكذلك العمال انتاحهم في الجزائر عنا زوج ملايين وثلتمائة ألف سجل تجاري هذا الزوج ملايين وثلتمائة ألف سجل تجاري معنا بين قوسين زوج ملايين وثلتمائة ألف تاجر المتوسط تقع أي واحد يعمل عنده هو ثلاثة معنا يضرب الرقم تتلقى مع أنت استملايين على الأقل استملايين شخص مع أنه استملايين عائلة رهم عايشين على الأقل رهم عايشين من نشاط التجاري والحرافية توقف نشاط تجاري توقف نشاط تجاري ولا توقف سوق في ولاية ولا قطاع معين من نشاط للألبيسة ولا الأحذية ولا المواد الغذائية ولا الأجهزة الكارهومزيلية الضرر إذن اللي ينظر هو التاجر العمال انتعوا وينضروا وتنظر كذلك المؤسسة الانتاجية لأن في الفترة هذه اللي يغلقوا بعض النشاط التجارية تجاري انضروا ضرر كبير العمال انتعوا من ضرروا ولكن ينظر أيضا المؤسسات الانتاجية لأن المؤسسة الانتاجية تسوق المنتوج انتها عن طريق المحلات عن طريق شبكة توزيع كي تغلق انتها محلات مع انتها تنقص من الانتاج كي تنقص من الانتاج تضطر باش تنقص من القدامين كان بعض الشركات اللي كان عندها خمسين خدام ولا عندها ثلاثين بالاخرين راحوا للبيطالة صح زيادة على المساحة التجارية اللي كان مثلا مخدمة نضيلك مثال فقط كان متوسط تعال العمال تعال المقاهي بين ربعة وخمسة منذ بدأت كورونا ما كاش صاحب مقهى ولا صاحب مطعم اللي ما كما يقولون ما وقفش عامل ولا زوج حتى بعض أحيانا من باب التضامني اضطر العامل صاحب المقاه عنده ربعة خدامين راح مع انتها باش نقص زوج لان المداخل ما يقدرش حتى ما يقدرش مع انتها يخلصهم ما كاش دراهم باش يخلصهم زيادة على التكاليف الكيرة الى اخيره خيرهم قالهم ياودي هاني راح نقص زوج منكم هنديروا القرعة ولا نحدد زوج ولا اكثر تفاهموا واش قلوا قالك لا لا ما تنقص خلينا في ربعة نخدمه لكن الاجراء تعثنين نقص موها احنا في ربعة وقررت بين المر والأمر المر والأمر لكن هذا قرر على الاقل يعكس الجانب التضامني عند الشعب انتعنا هذا ما انت يقول لي يقول لي عامل يقولوا ياو ديرانها ربعة خلينا نخدمه في ربعة ما تنقش منها حتى زوج لكن الاجراء تعزوج نقص موها في ربعة لو كنجوا نفكروا فيه معنى التضامني راقي جدا منذ بداية كورونا الآن عدد السجلات التجارية التي توقفت التي وقفت أصحابها ما توقفوها نهائيا أو جمدوا ناشطا تحهم في التقديرات تحنا يقارب السبعين ألف سبعين ألف نعم سبعين ألف على المستوى الوطني هذو اللي يغلقوا ولا جمدوا ناشط تحهم بسبب الغلق نطيع لك بعض أصحاب مدارس التدريب واللغات بعض أصحاب وكالات السفر بعض النشاطات الخدمات خاصة المتعلقة بالخدمات النقل ما الذي بدأت كورونا شهرين ثلثة شهر وقفوا نهائيا كان بعض أصحاب المدارس الذي كراء تعرف كيف تكريه قاعد حفلات ولا تكريه قاعد مدرسة ما يشاب ربع ملايين وذلك ثمانيين كما محل تجاري صغير تكريه بعشرين مليون وثلاثين مليون سلت الشهر ربع شهر ما ترى خسر غير في الكراء مئة مليون ومئة عشر مليون توقفوا كان اللي بدأ المحل نتاعه في فبريي الشهر من بعد جاءت كورونا معتا إذن راني نقول معتا صعوبة كبيرة جاءت الآن إذن ما دام التجار والحليفين في صعوبة معتا كبيرة ومروا على فترة كبيرة معتا الآن تقريبا كان بعض التجار بين البارح واليوم وكذلك يتصلوا يقول لك راني فرحان وراني خايف فاش راني خايف راني خايف نفتح وبعد عشرين يوم ولا شهر ممكن تزداد الإصابات نعود ونغلقو لأنه ذاق واش معناتها الغلق خصوصا إذا ما اتخذ قرار مثلني جدد عقد الكيراء مثلا نعم لذلك الآن حتى كي يبدو كي يبدو الآن نقولها بصراحة كي يبدو هذه النشاطات اللي بدات ما يتخش في الأرباح يقعد ستة شهر ولا ثمان شهر يخدم باش يعوض الخسائر باش يولي في الأرباح أغلب التجار الآن أغلب التجار أغلبهم أغلب التجار أغلب الحنفيين راح على عاتقهم ديون كان لدينا عنده جهازين مثلا يخدم به في قهوة مطعم باعوا باش يعيش هو ولا باش يخلص الخدامين كان صاحب مقهى عنده مشينة كبيرة باعها شراء واحدة صغيرة كما قال تعزوج هذه كمشيت أرباح تتصور أنت كان صاحب مطعم صاحب مطعم عنده كما يقولون مطبخين باع واحد باش يخلص بيها صحيح لماذا تقوله سيد الحاج الطهر بولنوار مهم جدا لأن البعض يشوف في قضية تأثيرات الكورونا بمنطق الموظف الذي عنده أجرته الشهرية في نهاية الشهر ولا يحس الأصحاب هذه النشاطات الكثير منهم ربما يشدوك في الطريق ويقولك رانا في معاناة رانا في أمور صعبة جدا شوفوا لينا هدروا علينا هذا هو الآن المشكل شوف التاج أولا كي يكون يخدم تحدايدا كان يخدم ما يغمش عينه ما يغمش عينه ما يغمش عينه ما يدراح لا نصي على أولو ثانيا في الليل ما يرقوش حتى متهني ربما صاحب المحل هاي كورونا وانضر ولا راه يبني ولا عنده مشاكل ربما كي يعود لي يجد للكران تعام هوا راح يقول يزيل لي 500 الفول مليون في الشهر ربما كذا الكازنوس ما خلصتاش الضرائب هم راح ينجو الخدامين هم يعيطوا لي كل يوم ويقولوا خلصنا مازال مازال كي وقت لك معتها وصلت حتى حوالي 70 الف تاجر وحرافي ملي منذ بداية كورونا غلقوا تعرفوا وش معتها يغلق تاجر تصور انت موظف ولا اي موظف في بلدية في دائرة في شركة في صناترا في صناع القاز يوقفهم الخدمة غير 15 يوم قال عندك نحسول 15 يوم جيت متأخر ولا مثلا عقوبة ما تخلوش يقعد يبكي تصورت هذا التاجر ولا هذا الحرفي لمصدر رزقه ومصدر العمال ومصدر رزقهم يتوقف شهرين وثلثة شهر وربعة شهر وخمسة شهر زيادة على التكاليف الكبيرة وخاصة كما قلت قضية على الكراء لذلك نحن في الجمعية الوطنية التجار والحرفيين لما قدمنا مجموعة من الاقتراحات العملية الواقعية المدروسة للحكومة من أجل مرافقة هؤلاء التجار والحرفيين كان عندنا حق بل حتى أن البعض قالوا أننا لم تقدمتوا اقتراحات كبيرة قدمتوا اقتراحات صغيرة يقولنا بل لابد من مرافقة هؤلاء التجار والحرفيين المتضررين على الأقل بمنح محلات تجارية بالسعر وخاصة أننا أكثر من 30 ألف مساحة تجارية رهي غير مستغلة في تزير كيف هاش عندك مساحة تجارية في تزير غير مستغلة تبع البلدية ولا تبع الولايات ولا من يشعر في انتبعها غير مستغلة في نفس الوقت التجار رهي عاني رهي كاري بربع ملايين وخمس ملايين 20 مم مربع هذه واحدة كي قلنا بأن هؤلاء التجار والحرفيين المتضررين لابد أن تفكر الحكومة في منحهم قروض بنكية في دوبي دون فوائد أيضا عن الحق خاصة أن القروض اللي يحوس عليها التجار الحرفي ما يشعر ملايين كما داروا بعض يجعر الأعمال البكري وهربوا دراهم وراحوا هربهم خلف تاجر كي يحتاج قرض 100 مليون 150 مليون كما يقولك خلاص بسلع بعت العيلة التعي خلاص لي سلعهم على الأقل باش نسلع إذن هذه المطلب الآن ما زال قائم ونزيدون جدوه هو منح قروض بنكية مصغرة ما يشغل كبيرة بدون فوائد لصالح التجار والحرفي الأمر الثاني اللي يطلبوا به نشاطات الأخرى ما زالوا نشاطات تجار لكن هذا مرتبط بالوضعية الوبائية نعم لا نتمنى العودة طبعا مع الالتزام بشرط الوقاية قال مثلا قاعة حفلات واش المانع الآن الناس رمي يديروا الأعراض في ديارهم يديروا الحفلات في ديارهم ويجتمعوا مئة واحد في الدار في الدار ومتلاسقين دير قاعة حفلات قال قاعة الحفلات تستوع بمئتين يا أخو يشترت له قال مسموح بنشاط ما تفوتش خمسين كما كان مراقبين في كل جهة يرقبوا الحلاقة يرقبوا المدارس يرقبوا كذا قال ما تفوتش خمسين مع الالتزام بشرط الوقاية يعني العرف اللي تراقبو خلال ما تراقبوش رانا نشوفه جنائز أحيانا يموت واحد وبالكورونا في الجنازات يتوفى الدار يسلموا على بعضهم يتعانقوا كذا إلى خير فيما كان رأى تجمعات غير مراقبة غير مراقبة دير انتو سهل تجمعات المراقبة بشرط نعم لكن السيد لحشطار ابو نوار فيها أيضا تأثيرات صحيح هي سلبية لكن حتى فيه بعض التغيرات أو تأثر الإيجابي نجد أن بعض التجار يعني خلق من الأزمة همه وتطور نشاطه راح الجانب الإلكتروني راح في قضية أن هذا الليفريز وهذا يتم توزيع هذا السلع إلى المنازل وشف طرق أخرى يعني تغيرت الخطة حواثني خطة بديلة نحن في الجمعية الوضعية للتجار والحرفيين كنا ندروا برامج وندعوا التجار باش يتكونوا خاصة في الرقمنا الاقتصاد الرقمي والتجار الإلكتروني ومفيد جدا كان يجيقوا في الميات واحد خمسة عشر يقول لك نعم ويجو سجلوا من اللي بدأت كورونا الآن ولا الطالبات حتى أنه سننخص برامج في الولايات خاصة بتكوين التجار والحرفيين في مجال الرقمنا ما أنت الآن رقمنا كما قلت حاسا أنت كروشين وهو خير لكم ولا ربضارة نافعة ربضارة نافعة إذن في مجال الرقمنا الآن اهتمام كبير تصور أنت تصور أنت ليه كان تاجر ما يسمعش كامل ما يستعمل حتى الميكرو حتى الحاسوب ولا الآن عنده صفحة فيسبوك تعالى محل صفحة فيسبوك تعالى محل يعرضوا ويصور المنتوج هذا الجني جديد هذا الملابس هذا وكذا حتى إلا ما يعرفش يقول البنت ولا ولا يدوه فتح لي صفحة فيسبوك تعالى محل وهو يسيرها له إذن بدأ الاهتمام لأن لماذا ترجر وشاهدوا في البداية خاصة في البداية الحانو تعالى مغلوق ما عنده زبائن ولا عنده زبائن ولكن يخافوا ما يجوش ويسيب اللي جاره يجي للدار يجدر فد السلعة ويروح ويخلص يقولوا وش راك تدير ما عندك حانو كبارك تبيع أكثر منك يقولوا لا لا راني فتحت هني درت موقع التجاري راني فتحت الصفحة تعالى إذن ولات وتجر أي عفساء فيها دراها ما تشجعوا أي عفساء ثاني نقص تكاليف المجال الإلكتروني ينقص تكاليف النشاط التجاري حتى أنه وخاصة مع الآن ما يسمى بالتسهيلات في منح السجل التجاري تقدر مثلا تدير مكتب دراسات ولا استشارات ولا كذا بلا ما يشترطوا عليك المحل التجاري حتى في التجارة المتنقلة ما يشترطوا عليك المحل هذه تسهيلات أخرى وإن كان ما لديه علاقة الآن بدأت شبنا سيارات أجرة اللي كان قبل ما يستعرش حتى بالميكرو يدخلوا غير الميكرو يقول لك لا هراني كبير ما نعرش والذي يحب ها هو الرقم الهاتف انتاعي أنا نخدم بير خادم نخدم كذا نخدم البليدان نخدم كذا والذي يحتاجني ها هو يعيد في الهاتف ها هو نجيليه والكرسل لمدة فولانية هاي سوما تحا هاي سوما تسهيل للتاجر وتسهيل للزبوت الأمر الآخر الآن بدأت ما يسمى بتوطيد العلاقة بين التجار وبين المؤسسات الوطنية المؤسسات الانتاجية الوطنية لماذا؟ لأن كي جاءت الأزمة الكثير من التجار اللي كانوا يوزعوا مواد مستورادة تقلصت كان مواد المونعة من استيرادها نعرف بلي الكثير من توجد كانت تجينها من الصين صح والصين قفلت في البداية قفلت كذا إذن بدأت تجار يقول لك يا ودي من الأحسن أنا عيوض ما نتوجه انبيع السلعان تعجانب لو كان يجيك أزمة علاقات سياسية رهين قطعة فازدة صرات أزمة أو لا مرض في ذيك البلاد نحصل نتوقف هنا ما لمن الأحسن نربط خيوط نربط علاقات مع مؤسسة وطنية باش إذا صرت أزمة على الأقل نصيب هذه المؤسسة قريبة هذا أيضا هذا أيضا عمل انتهى الوقت لكن عندي سؤال ربما وشو الغرامة المفروضة على أي تاجر يفتح فيسبوك جديد وما يدير شجام لسي حاج طهر بنوار هلما يدير شجام مع أنتها جمعة السبعة وهذه السبعة معتها لا يأخذوا بكلامهم ولا يعتدوا بهم ومساكننا الكلام موجه لشخص حاضر هنا بميما عليه شكرا جزيلا شكرا حاج طهر بنوار رئيس الجمهور الوطني التجار والحرفيين على هذه الإفادات تعرفتنا على المشاكل وأيضا على الأفاقة العام التجاري إن شاء الله ربي يرفض علينا الوباء والبلاء وإن شاء الله النشاطات كلها تعود ترجع على أحسن مكان شكرا جزيلا شكرا سيدي